أستاذ حنفي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام راح أطلعه بركاته يا حبيب قلبي والله 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 ربنا يديني لك ومال وحسنات وباركلي في أولادي قدم بأحبي حضرتك يا سلام الله يا دكتور أكسل بالله نفس يشوفك كده على منبر الرسول يا رب يا رب حتى أطلع على منبر الرسول أنا مش عاشق أطلع على منبر الرسول بس ألمسه وأبوسه وأتبرك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بني شغل حضرتك وتعليك لنا يا رب يا رب يا رب هو سؤال حصل في المسجد وعايزك تدعي لمصفر محمد والأستاذ أحمد حاضر أنا شاكت لحضرتك اللي حصل في المسجد أنا بروح المسجد قبل المغرب بنصف ساعة قبل الهيشة بنصف ساعة كده يعني نعم ففي اتنين أطفال قويسين يعني في حوالي أولا سنة وثالثة سنة وحاجة زي كده ييجوا برضو في نفس المعاد يقعدوا في الصف الأولاني يتركعوا ويمسكوا السبح ويسبحوا ما شاء الله لما جم أقموا الصلاة عندنا شيخ محترم كده اسمه الأستاذ أحمد العب السلام فإحنا وقفين كلنا في أول صف هو هتقول لي رجعه هو هتقول لي رجعه رجعه من الصف آه فالشيخ أحمد العب السلام قال له لا ما ينفعش قال له لا ينفع عشان دولة أطفال وإحنا اللي لو أنت غريبت ينرض عليه فحصل الخراب على كده ما شاء الله ده كله ده كله الصلاة أقيمت للأسف يعني آه أقيمت الصلاة ورجحه من الصف طيب أنا أجاوب على حضرتك حضر حاجة حنفي أولا بس كان فيه غلام من بني النجار كان أعلم كان أقرأ الصحابة وكان صغيرا فأما الصحابة لأنه كان أقرأهم وهناك باب تبويب كده هتجده في كتب الحديث بابه إمامة الصبي القارئ يبقى إذن تعالوا نقول حاجة مهمة أوي إن الناس دولة إن هم دولة ما بقاش صبياء ما بقاش صبي حضرتك بتتكلم على ناس عندهم خمستاشر سنة وستاشر سنة وسبعتاشر سنة لو على حد تعبير حضرتك دولة لا يجوز التعامل معهم على إنهم صبيان الشخص إذا بالك خلاص ولو كان صبي يجوز إنه يقف في الصف الأول فكرة إن ده تفضيل وليس منع يعني منع الصبيان هذا ليس منعا ولكن ليالي يقولي الإحلام منكم أنه يبقى ده التفضيل لكن لو أن صبيا وقف في الصف الأول جائز فما بدك إنهم الصبي أصلا يعني أخونا ده هو عايز يعمل حركة إنه عارف حكم فقه لا هو لا عارف الحكم الفقه ولا اللي عمله ده كان صحيح ويجوز وقفهم في الصف الأول وده نوع من أنواع التعدي على مسلم في مكان مقدس ما حدش يعمل كده ما حدش يشد صبي من مكانه إذا كان عارف يصلي إذا كان عارف يصلي سيبه يصلي في مكانه لأن أنت ترجع أنت خلوه بيقى اللي عندنا أن أنت ترجع صبي من مكانه عشان يصلي في الخلف في بعض الأحيين بيجعل الصبي ده ما يجيش المسجد مرة تانية وعشان كده لا لم يكن الصديق ده لم يكن موفقا واللي عمله ده ما يجوز شرعا وهو ما يجوز شرعا أنه يثير الناس وخاصة بعد الإقامة لأن تأخير الإقامة عند بعض المزاق بيستوجب أنه يتطلب أن نقيم مرة ثانية كما عند السادة الأمريكية أنه لابد عدم موجود فاصل ما بين الإقامة وما بين الصلاة فإذا ولم يكن موفقا وهذا لم يكن صحيحا وأرجوكم تعاملوا بحكمة وتعاملوا بأدب مع الأطفال أو أنا بقول بأدب هناك أدب للتعامل مع الطفل اللي علمنا إياه حضرة النبي الأطفال ده إذا كان أطفال أما هؤلاء فهؤلاء بالغون والبالغ خلاص أصبح يصلي في أي مكان من المزجد في أي صف يصلي ذلك البالغ البالغ خلاص مكلف وليس طفلا صغيرا لا يدرك الصلاة نتكلم على أبو ثلاث سنين اللي بيعود يجري في الصلاة ده يصليه وراء عشان ما يفسدش الصلاة يخليه في الصف الخلف لكن واحد بلغه عنده في الاعدادية لا هذا الكلام لا يصح لا يصح وهذا العمل لم يكن موفقا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متأدبين بأداب المساجد وأن يجعل المساجد في قلوبنا مقدسة معظمة وأن يجعل الصلاة في مقامها العالي في تربية الناس وتهزيب الناس واجعل للناس في رقة وفي محبة وفي ود وفي لطف وفي كرم اللهم اجعلنا من أهل محبتك ومن أهل عبادتك واجعل عبادتك يا رب العالمين مغسلة لقلوبنا واجعلنا من الرحماء على الدوام